عندما وقعت أحداث الجزيرة أبا في رأيي صار موقفي محرج للحكومة ماذا يفعلون فقرروا أن أنفى لمصر أهلا بكم مشاهدين الكرام هذه حلقة جديدة من برنامج الذاكرة السياسية نتابع فيها مع الصادق المهدي رئيس الوزراء السوداني الأسبق زعيم حزب الأمة أهلا بكم معنا مجددا كنا نتحدث عن الجبهة الوطنية المعارضة لنظام نيميري اللي كنتم أحد أبرز قياداتها من دعمكم غير ليبيا القذافي في تلك الجبهة من الدول المجاورة أو العربية؟ في ذلك الوقت الدعم الأساسي كان من ليبيا ولكن طبعا إلى حد من إثيوبيا لأن معسكراتنا كانت أصلا في إثيوبيا والليبيين ضمن أنهم كانوا طرف قيادي في حلف عدن قاموا بهذا التأييد أو هذا الدعم ولكن هم كانوا يريدون أن يلعبوا دور أكبر وبعض قيادات مننا كانت موافقة معهم على ذلك ولكننا رفضنا ذلك الدور أكبر كيف؟ يعني يشتركوا معنا فعلا في إسقاط النظام في الخرطوم في القتال يعني بالعناصر الليبيين؟ نعم بالقتال والطيران كله فإحنا رفضنا ذلك يعني القذافي كان مستعدا لكي يرسل طائراته؟ نعم نعم كان مستعدا أن يشترك لإنهاء حكم النمير نعم ولكن عشان كده لما فيما بعد كان الرئيس المرحوم السادات بعد أن طبع علاقاته مع القذافي قال له بالإشارة لنا أننا مرتزقة فالقذافي قال له والله هؤلاء الناس من أشرف الناس الذين دعمناهم اكتفوا بالتمويل للعمل والتدريب والتسليح ولكن رفضوا أي مساهمة إضافية وأنا كلام القذافي أنا بالنسبة للذين شهدناهم من الذين دربناهم لم نرى أكثر جدية وأكثر إخلاص من هؤلاء الناس فليس صحيحا أنهم كانوا مرتزقة هو النميري كان يقول عنكم هكذا وحتى الأحداث التي حصلت أنا ذاك سمها بأحداث المرتزقة أيضا هو هو فبركوا هؤلاء فبركوا هذه العبارة المهم طبعا المشكلة أنا كنت رئيس الجبهة الوطنية أنا كرئيس الجبهة الوطنية أدخلنا عناصرنا في الخرطوم بالضبط لكي يتحركوا من الداخل ولكن توجيه لقائد الحركة أنه يا أخي إحنا متفقين مع بعض الظباط أنه عندما نتحرك يتحركون معنا وأعطيته أسماء الظباط الذين يمكن حسب اتفاقنا معهم أن يتحركوا من فضلك إذا كان هؤلاء أخلفوا بطل العملية كلها لأنه إحنا مش بالقدر الذي يمكن أن نغير وحدنا إحنا عندنا تلاتة أضلاع للعمل ده ضلع العمل العسكري المباشر الذي سيقوم به جماعتنا في الداخل ضلع الشارع طروة أن يتحرك ضلع قوات مسلحة ضباط في داخل قوات المسلحة السودانية إذا لم تتوافر الثلاث أضلاع أبطل المشروع كله وخلينا نحن بنسحبك إلى الخارج نفكر في مرحلة تانية للأسف هم في الداخل مع أن الجزء الخاص بالتحريك الشارع ضرب لأن عناصر من عناصرنا اكتشفوا ولذلك اعتقلوا قبل التحرك فده ضرب إمكانية التحرك في الشارع ثانيا الجماعة الذين وعدوا بأن يتحركوا أخلفوا موعدهم في القوات المسلحة من الداخل ولذلك القيادة اعتمدت على حماسة جماعتنا وحدهم وقاموا بالعمل في رأيي كان التوجيه لا يعني لم تكن خطوة مدروسة لأن يقوموا بذلك بعدما علمتم مدروسة وكل شيء لكن هما ما اكتملت العناصر المطلوبة للنجاح وقلنا لهم يعني تحمسوا زيادة نعم يعني كان رأيك حضرتك أنه لا تستكلم العملية أنا رأيي أنه إذا كان ما أمكن تحريك الشارع والعنصر من القوات المسلحة معنا نبطل العملية كلها ونختار زمن آخر لأنه كان تقديرنا لو لم تتكامل الثلاث خطوات لا داعي لهذا التحرك التحرك في حد ذاته كان ناجحا وكبيرا وقويا وفدائيا ولكنه نغصه العنصر الشعبي والعنصر العسكري لم تكن قادرا على فرض عدم الاستكمال المشروع ببعا أنك تكون رئيسا للجهة الوطنية لا ذلك الآن ما في موبايلات وما في وسائل يعني للتصاني وباشر يعني القرار كان ميداني على الأرض كان يجب أن يتخذ بعد بداية التحرك نعم هو كان الفكرة أنه إذا لم يحدث ضمان لأن يشترك مع التحرك العسكري الذي نقوم به تحرك عسكري من داخل قوات المسلحة يكمل مهودة اللي خدنا ناس نميري سموها مرتزقة لأنه ما فيها العنصر العسكري السوداني وتلاتة ضرورة تحرك الشارع لماذا تراجع من كانوا في الداخل في القوات المسلحة عن دعمكم لا أدري لكن ما في شك هم بعد أن وعدوا وكانوا متحمسين جدا كانوا قيادات يعني كانوا قادرين على قلب الموقف نعم نعم لو كان أي قيادة منهم استقامت ب لأنه إحنا ما محتاجين لعمل أساسي ولكن محتاجين لوجودهم على أساس أنه ده في مشاركة من القوات المسلحة السودانية يعني بحكم مناصبهم يعني قيادات ألوية نعم إلى ما هنالك نعم نعم فللأسف يعني كان مفروض عندما لم يستجب هؤلاء للتحرك وقبضت العناصر الكوادر المتحركة للتحرك الشارع قبل التحرك كان يجب وقفه كان يجب وقف العملية مفروض لكي نفكر في مرحلة تالية كم محاولة انقلابية كنتم أثناء دعمكم من ليبيا ضد النميري واحدة غير الأحداث هذه هذه بس يوليو فقط نعم يوليو 86 76 ما كانتش في محاولات انقلابية من الداخل بدون يعني مواكب تأتي من ليبيا لا في سرعة وسبعين قبلت المصالحة معني ميري لماذا بعد كل ما حصل كان واضحا أننا بعد 76 يوليو قلمت أظافرنا الوسائل التي كنا نستطيع أن نتحرك بها صارت في رأي متعذرة ثانيا وهم من ذلك مباشرة بعد الأحداث زهب نميري وعمل اتفاق مع السادات على أن يقف معه دفاعا عن النظام وصار واضحا أننا الآن بصدد مواجهة مصر في أي عمل من هذا النوع فنحن وجدنا أن ظروف التحرك صارت متعذرة جدا بالنسبة لنيميري ومصر وليبيا طبعا كان في حرب بينهم نعم تمام بالنسبة لنيميري اكتشف أنه كما ظن أن القوة التي مسح بها الأرض واجتثها ما زالت موجودة ولذلك صار مستعدا للمصالح ولذلك لما جاء السيد فتح الرحمن البشير كمواطن سوداني بهذه المبادرة شجعه نميري أن يأتي وعندما أتى نحن في الجبهة الوطنية بالإجماع وافقنا على الدخول في هذه المصالحة باعتبار أن نستخدم القوة الناعمة للتغيير بدل القوة الخشنة بس تهنت بالتخاذل لا نحن بالإجماع ما هي كل 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 كله كلام فارق أنا بقول لك شوف بالإجماع الكامل بالإجماع الجبهة الوطنية الجبهة الوطنية قررت التخاذل ماذا نحن وجدنا صعوبة في أن نتحرك الشريف حسين الهندي كان موافق نعم كان موافق وأنا وهو في البي بي سي اجتمعنا وقلنا كلاما فيه مباركة تامة لهذا الإجراء بالعكسر الشريف حسين في المبابة الذي قال أنه مش الغريب أن يتصالح السودانيون الغريب أن لا يتصالح السودانيون ولكن في مرحلة ما للأسف الليبيين قرروا معارضة المصالح لأنه ده بيفقدوا مكرت في المجادلة مع النظام السوداني طبعا وبعد كل هذا الدعم لكم نعم نعم ولذلك في رأيي رجحوا لبعض العناصر في الجبهة الوطنية أن يقفوا موقفا معارضا من هنا أتى هذا الكلام للمصالح نعم العناصرنا الثلاثة ما كنا ثلاثة عناصر اتحادين بقادة الهندي وحزب الأمة وأخوان مسلمين صحيح الذي حدث عندما تمت المصالحة أو مشروع المصالحة واتفقنا عليه في الأول بالإجماع وده كله مسجل بالمناسبة كل هذه الأشياء مسجل أنا تاريخ حياتي كله مسجل وموسق والآن بنتي رباح جمعت هذا في خمسة أجزاء كل شيء من هذه الأشياء موثق المهم انقسمت مواقف العناصر الجبهة الوطنية إلى ثلاثة الاتحادين فيما بعد اعترضوا كما قلت أنا فيما بعد نعم مفهوم اتفاق مع الليبيين وال الإخوان المسلمين زايدوا في أنهم بعد المصالحة ذهبوا إلى آخر الشوط دون شروط نحن وحدنا مفهوم اللي بقينا عن نعم مصالحة ولكن باستحقاقاتها سأعرف ما الذي عرضه عليك النميري بعد الفاصل إذا سمحت شكرا لوجودك معنا مجددا مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نتابع ما لدينا في هذه الحلقة وقال لي أنا فتشت في من حولي لم أجد من يستحق أن يخلفني أريد أن أعرض عليك أن تكون خليفتي ونائبي أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من الذاكرة السياسية مع الصادق المهدي رئيس الوزراء السوداني الأسبق زعيم حزب الأمة أهلا بكم معنا مجبدا دولة الرئيس ما الذي عرضه عليك نميري نميري عرض مرتين أن أدخل المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي ومقابل ذلك أنه سينفذ المتفق عليه في تغيير النظام نعم ودخلت وتأكد لي أن المكتب السياسي هذا للاتحاد الاشتراكي للاتحاد الاشتراكي لها قيمة له وذلك بعد شهر استقلت استقالة مسببة فده العرض الأول العرض الثاني أنه فيما بعد بعد الأمور ما دخل فيها ما دخل من مواجهات هو زارني بالليل هو والسيد فتح رحمان البشير رحمهما الله نفس مفد السابق إليك نعم وقال لي أنا فتشت في من حولي لم أجد من يستحق أن يخلفني أريد أن أعرض عليك أن تكون خليفتي ونائبي فأنا قلت له يا أخر رئيس العرض غير مقبول ما لم يوجد دستور يحمل حقوق وحقوق الإنسان والحريات أنا لن أشترك في نظام ولذلك ده العرض الثاني وطبعا من هذا الوقت صارت المواجهة بيننا في الشارع مستمرة إلى أن كانت انتفاضة أبريل خمسة وثمانية انتفاضة أو ثورة أبريل خمسة وثمانين اللي بعدها قام عبد الرحمن سوار الذهب بانقلابه حضرتك تخفيت في الأيام الأخيرة منها لماذا هل حاولت أن تقوم بذلك كتكتيك؟ لا أنا طبعا نحن حضرنا لأنه بعد ما قامت أول مظاهرة في جامعة جامعة المدرمان الإسلامية وكانت قيادتها من أبنائنا وبناتنا في حزب الأمة والأنصار بعد ذلك كان واضحا أن العدد التنازل لنهاية النظام قد بدأ وصرنا نحن نعمل على توحيد الرؤى في كل المجالات نعم وفي مرحلة اللاحقة أنا كتبت المثاق الثورة وسلمت هذا لأحد زعماء جبهة التجمع النقابي السيد أمين مك مدني وسلمت هذا بخطي وكان واضحا أن هذا يعني منذ إذن أنا عرض للاعتقال والمساءلة بهذه لذلك تخفيت لذلك تخفيت وصرت وأنا في الخفاء هذا أعمل على تحضير للمرحلة القادمة ضمنها التقيت الفريق توفيق خليل من القوات المسلحة وقلت له نحن نتوقع القوات المسلحة كتنظيم قومي أن تنحاز للشارع وليس للنظام فهو قال سنراقب فإذا كان تضح لنا أن الشارع يريد كذا كذا سننحاز وده كل كان في الخفاء حسب مآلات الأمور يعني نسقت مع الجيش قبل حصول الأمور نعم المهم في مرحلة اللاحقة ما حاولت تنسق مع عبد الرحمن سوار الذهب مباشرة لا لا أوصل هذا السيد أوفق خليل أوصل الكلام له لا أدري ماذا فعل لكن السيد أوفرحمن سوار الذهب كان ضد التحرك لأنه كان يعتقد وهو إنسان مؤمن أعرف نعم أيوة كان يعتقد أن عنده بيع مع نيميري فلا يجوز الخروج عليه أيوة ولذلك بقت مشكلة لكي يقنع قادة القيادات أن يقنعوه بالتكفير والكفارة إلى آخر هو ما حصل لاحقا يعني اقتنع وقام بالانقلاب المهم هو ما كان انقلاب بالمفهوم هو كان تعبير عن الإرادة الشعبية المتكونة انتفاضة دعمها الجيش تمام بس ما كانت لتنجح بدونه لا طبعا ما كانت لتنجح أصد كل هذه حركات الربيعة العربية وغيرها دون مشاركة عسكرية ما بتنجح خلينا من الحاضر أيوة المهم فالحصل أنه هو قال لي يعني هذا الكلام هذا توفيق خليل صحيح المهم لما الأمور بلغت درجة معينة من التراكم أنا قدرت أن الأمر قد صار قاب قوسيني أو أدنى من التغيير ولذلك ظهرت من المختفى من ما كنت فيه إلى خطبتك في مسجد ودنباوي في المسجد هناك وقلت أنا الأواني ليخرج جميعا للشارع تعبيرا عن رغبتنا في التغيير وقدمت في ذلك الوقت مناشد القوات المسلحة أن تتخلى أن دعم نظام آفل وأن تقف مع الشعب وده كان يوم خمسة أبريل ستة أبريل حصلت العملية التي فيها إنحاز الجيش للشعب وانتقل الأمر إلى خلع النميري ونجاح الثورة وبعد عام بالضبط سلم عبد الرحمن سوار الذهب السلطة على غير العادة عند العسكريين أجريت خلالها الانتخابات وتصدر حزبكم النتائش عاد الصادق المهدي إلى رئاسة الوزراء لثلاث سنوات هذه المرة لفترة أطول هل استطعت تتصل تماما بين موقعك الحزبي وموقعك في السلطة طبعا في النظام الديمقراطي السلطة يجب أن تعبر عن تطلعات الحزب وهذا ما فعلت ولكن أنا أصلا لم أقم بقيادة في حكم إلا وأدخلت فيه أن يكون القرار بالتراضي بين كل العناصر إلا أنه لهذا السبب أصلا لم نجري تصويت داخل مجلس الوزراء مهما تعددت المشاركات فيه ولذلك كنت دائما أحرص على أن حزب الأمة وسياسات حزب الأمة تتوافق مع الآخرين أن تشارك فيها الآخرين وليس أن تفرضها نعم هل انطبق ذلك على موضوع تعويضات أهل المهدي تعويضات أهل المهدي هل عوضتهم خلال فترة رئيسة داخل الحكم دي كذبة في الواقع ويعلمون جماعة الجبهة الإسلامية القومية أنها كذبة يعني هذه اتهمة الأخوان لكم هي هي ما اتهمة هي كذبة عديل ليه لما حصلت إرجاع أهلا يعني ممتلكات أهلا المهدي خصموا شالوا بعض الأشياء منها مشروع أمدوم وقدروا أن هذه الأشياء سداد لمديونية الدائرة المهدي وقدروها بوضع فيه أقل من عشر في المية من قيمة الأرض فأهلا المهدي طالبوا بأن تراجح هذه المسألة لكي يكون المبلغ بقدر ثمن الأرض بقدر ثمن في السوق أعرضوا هذا الموضوع حولناه للجنة فنية بقيادة برئاسة وزيرة المالية اللجنة الفنية وضعت أساس للتعويض وكان جزء منه يعني ما كان التعويض كامل وجاء وزيرة المالية وعرض هذا الأمر للبرلمان البرلمان وافق على هذا المشروع وافق على هذا المشروع وعندما وافق البرلمان ظن أن هذا سينفذ أنا لأني خشيت من الشبهة في الموضوع جئت وقلت أنا أضجو من البرلمان سحب التأييد ومن وزير المالية سحب العرض ويذهب آل المهدي إذا أرادوا التعويض إلى المحكمة ولذلك لم تدفع الحكومة ولا من لهم في هذا الموضوع لكن للشبهة الجبهة الإسلامية القومية للأسف الشديد في ذلك الوقت درجت على أكاذيب استغلت هذا الموضوع أكاذيب أكاذيب لتلطيخ صمعة الديمقراطية والمتهش أن الموضوع ما زال الآن قائم والمتهش أن حكومتهم عملت شيء سموه ديوان المظالم واعترف هذا الديوان بحقوق آل المهدي بحقوق المهدي وإن اختلفوا في الحجم لكن بالنسبة لنا في حكومتنا أنا لغيت أي إجراءات لها رغم موافقة البرلمان وهذا شيء مهم جدا رغم موافقة لجنة فنية ورغم موافقة البرلمان لأزيل الشبهة أنا سأختم هذه الحلقة معكم ونتابع في بداية الحلقة المقبلة الأسبوع المقبل شكرا لوجودكم معنا مجددا مشاهدين الفيرام هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة أيضا من الذاكرة السياسية مع الصادق المهدي رئيس الوزراء السوداني الأسبق زعيم حزب الأمم شكرا للمتابعة الأخوة في مصر الرئيس السابع حسن مبارك يرفضون من السودان تيارين تيار ديمقراطي وتيار إسلامي اشتركوا في القناة